لم يكن أسامى ينظر يوماً إلى مستقبله من خلال البحث والتجارب العلمية لكن قسوة ظروفه وقلة الفرص أجبرته على أن يسلك طريقاً آخر غير الذي اعتاده في دراسته الأدبية متوجهاً إلى مجالات أكثر تعقيداً كصناعة المحروقات والوقود الحيوي صراحة أن أنا ما فكرت بيوم الأيام أن أدخل بأي مجال علمي كونه دراسته أدبي ولكن الظروف المحيطة فينا خلتنا نفكر أن ندخل بمجالات تانية فمثل أنا فكرت أن ندخل بمجال المحروقات مثلاً أمضى أسامى شهرين من العمل الشاق والبحث والتجارب المستمرة استطاع من خلالها إنتاج أول كمية له من الوقود الحيوي وذلك بعد تدوير مادة زيت النباتي المستعمل كونها المادة الخام المستخدمة في إنتاج هذا النوع من الوقود طبعاً خلال الدراسات والبحث العلمي والتجارب حسنت وصل لأنتاج الوقود الحيوي طبعاً فترة شهرين أنتجت أول كمية طبعاً الفكرة من إنتاجه هي إعادة تدوير الزيت المستعمل زيت النباتي المستعمل كونه متوفر عنا بمناطقنا فقوم بإعادة تدوير الزيت هذا وتحويله إلى وقود حيوي ويعتبر هذا الوقود من أفضل الأنواع لوجود مزايا عدة فيه فهو صديق للبيئة ويطيل من عمر الآليات المستخدم فيها إضافة إلى الاقتصاد والتوفير وفق تجربة أسامى لكن وبالرغم من هذه المزايا إلا أن إمكانية توسيع هذا المشروع صعب للغاية فأسامى لا يملك تلك التكاليف ناهيك عن أوضاع الصعبة التي تعيشها المناطق المحررة طبعاً جميع الدراسات العلمية أثبتت أن الوقود الحيوي يتمتع بميزات تعديدة فهو صديق للبيئة ويطيل العمر المحرك ولكن عملية تطوير العمل من إنتاج كميات خليلي إلى إنتاج كميات أكبر بقوة العمل المحدود بمناطقنا المحررة بظن صعب كثير أن ننتج كميات أكبر كونه الإمكانية الضعيفة والظروف صعبة ضمن هذه المناطقها يبدع سوريون في كل المجالات متكيفين مع أصعب الظروف ولا يزال بعض المبدعين مستمرين في أعمالهم أملين أن تكون هذه الاختراعات نوة لمشاريع كبيرة في المستقبل